نواصل هذا الملف مع الخبير الأمني والعسكري الدكتور عياد الطوفن مرحبا بك دكتور يعني تعرض القوات الأمريكية لإصابات نتيجة طبعا هجوم عين الأسد البرحة هل سيدفع ذلك الولايات المتحدة للرد بعنف هذه المرة تحية طيبة لكما لكي وتحية لمشاهدي قناتكم الكرام الرد للقصف الذي قامت به الفصائل المسلحة الولائية ليلة الاثنين على قاعدة عين الأسد هو من ضمن الرد المركب الذي أمرت به إيران والذي لحقه صباح هذا اليوم هجوم بطائرة مسيرة من قبل حزب الله اللبناني على قاعدة عسكرية في نهاري شمال عكا هذا جميعه كما ذكره من الرد المركب لإذرعت إيران على مقتل إسماعيل هنية هذا الرد من العراق أحرج الحكومة العراقية كثيرا خصوصا أنه مسار التهدئة خرق أربع مرات سابقا وعملت الحكومة جاهدة مع الأمريكان لتجاوز الأمر وإعطاء كلام بأن هذا الأمر لا يتكرر نوعية العملية التي تكررت ليلة الاثنين عندما أطلقت صواريخ آراش من داخل الحقلانية في قضاء حديثة تحديدا خلف الحي الصناعي خلف معمل الحجر ومعمل الببسي هذه المدينة التي لا يستطيع الدخول إليها سوى أهلها وغيرهم لا يمكن الدخول إلا بكفيل أو باتصال هاتفي هذه المدينة أحد المرشحين من مدينة البغدادي أراد عقد الانتخابات الماضية عقد مؤتمر لم يستطيع لأنه ليس من أهالي المدينة حتى تم إجراءة اتصال هاتفي مع قيادة عمليات الجزيرة وسمحوا دخوله كيف دخلت هذه الكيية البيضاء المحملة بسبع قواعد إطلاق نار وتم إنزالها من القاعدة اثنين انفجرت ووصلت إلى القاعدة واحد سقط خارج القاعدة والآخر سقط داخل القاعدة أدى إلى أصابات من الجنود لكن الباقيات بقت الخمسة هي وقواعدها والعجلة الكيية وتم القبض عليها من الحكومة أيضا بالجهة الأخرى هذا الفصيل الذي يمتلك هكذا قدرات وهكذا صواريخ وعجلة إذن هذا أيضا فوق القانون وفوق الدولة بحيث تجاوز كل الطرق والسيطرات وبكل أريحية نصب ما يريده وفاجأ قاعدة عيد الأسد ومنظومة الدفاع الجو الأمريكي التي لم تحرك ساكن على هذا الاعتداء أنا أقول الأمريكان ممكن أن يتساهلوا بأي شيء إلا الأمن القومي الأمريكي والذي يتمثل بالضرر الذي يمكن أن يحدث على الأشخاص الأمريكان والمشاءات الأمريكية ويذكرنا بمقتل الجنود الثلاثة في تورة 22 على الحدود السورية الأردنية وكانت نتيجته رد الأمريكان ردود قاسية قتلوا بعض قادة الميليشيات فجروا بعض المقرات القيادة والسيطرة وحالوا إلى ليل بغداد وأطرافها نهارا عندما فجروا أيضا مخازن الأسلحة والصواريخ أتوقع الرد سيكون قاسيا من قبل الأمريكا هذا التصعيد الأخير ضد الأمريكان دكتور هل هو بمعزل عن وعيد طهران بالرد على اغتيال هنية على أراضيها؟ لا أبدا هو من صلب الموضوع لو لا هذا الحادث باختيال هنية لما كان هناك أي خرق للهدنة نعم أنا قلت الرد المركب بمعنى هذا الرد لن يكون من إيران مباشرة وإنما من أذرعها يولي للاثنين الماضي شاهدنا الرد على قاعدة عين الأسد اليوم على قاعدة شارقة في مدينة نهاريا شمال عكا في إسرائيل شمال إسرائيل وسننتظر أيضا رد من الحثيين وأيضا رد من السوريين وستكتفي إيران إذا أرادت الرد برد مخجل كردودها السابقة لحفظ ماء الوجه وبذلك يحتوون الأزمة لأنهم على ثقة كبيرة إيران وسياستها بأن التصعيد سيكون نهاية حزب الله في لبنان الحزب الذي تسنده وتدعمه مثل منذ أربع قرون أربع عقود يعني أكثر من أربعين عام وأيضا ما صنعته في اليمن والعراق وسوريا سيذهب هباء منثورة الحكومة العراقية التي وصفت هجوم عين الأسد بالمتهور كيف لها أن توازن بين ضغوط الفصائل وحرصها على إدامة العلاقة مع واشنطن المشكلة الحكومة العراقية لا حول ولا قوة لها هذه الفصائل أمرها إيراني هذه الفصائل هي فوق القانون وفوق الحكومة هذه الفصائل لها ارتباط قوي بجماعة الإطار التنسيقي الذين شكلوا هذه الحكومة فغير من المعقول أنت الحكومة أنتم منجلبتموها وأنتم تحرجوها بهذه الأفعال لأن أهدافهم خارجية أهدافهم لا تفكر بمصلحة الشعب العراقي ولا حكومته يحاولون جرنا إلى معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمال ننفذ أجندة الغير على حساب وطننا والشعبنا رغم أن الحكومة جادة وتعمل بكل الوسائل لمنع هذه الفصائل من خرق هذه الهدنة لكنها غير قادرة لأن هذه الفصائل لا سيطر عليها من الداخل العراقي إطلاقا وهي قوة فوق القانون وأسهبت أنا في الكلام عن كيف تجاوز السيطرات وذهبوا إلى قضاء حديثا الذي تحدث فيه هذه العملية لأول مرة ومن ضمن مناطق شبه سكنية من الحي الصناعي والمعامل والتي تعتبر داخل حدود مديرية البلدية هذا أنا أراه هو ليس إحراج فقط للحكومة لكن المصيبة الأكبر الشعب العراقي سيدفع ثمن هذه الردود أو حتى العقوبات الاقتصادية طيب دكتور هل هناك من الممكن أن توجد سيناريوهات محتملة للتهدئة في المنطقة السيناريوهات هي أربعة أولا إيران يمكن أن ترد وترد بقوة ومن ثم إسرائيل وبدعم أمريكي وبريطاني وفرنسي وكندي وألماني يردون بقوة وتتوسع الصراع وتكون المشكلة متطورة كبيرة وهذا السيناريو مستبعد السيناريو الثاني ألا ترد إيران وتكتفي بالردود من خلال أذرعتها في اليمن في لبنان في عراق في سوريا الحل الثالث هو أن تتم الاتفاقيات كما حدث وذكر ترامب بأن إيران اتفقت معنا للرد بعد مقتل سليماني في الوقت والمكان وعدد الأهداف حفظا لماء الوجه وهذا وارد السيناريو الأخير هي أن تغضي الطرف نهائيا وكما يقال في العراقي كل من يقعد بالعندة نعم دكتور أعياد الطوفان الخبير الأمني والعسكري شكرا جزيلا لك